على الساعة الثانية والربع من صباح اليوم قتل شرطي بريطاني بعدما اطلق عليه النار في مركز اعتقال احتياطي تابع للشرطة البريطانية بمنطقة كرويدن جنوب لندن وتضامن رئيس الوزراء البريطاني مع عائلة الشرطي عبر تغريدة له اخلص التعايز لعائلة واصدقاء وزملاء ضابط الشرطة الذي قتلك في كرويدن الليلة الماضية نحن مدينون للذين يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامتنا الشرطة البريطانية كشفت النلجانية البالغ من العمر 23 عاما يوجد حاليا في المستشفى في حالة حرج بعدما اصيب باطلاق النار عمدة لندن سديق خان اعلن هو الاخر في تغريدة له عن تضامنه مع عائلة الشرطي دمرنا هذا الخبر اتوجه بتعازية الى اسرة هذا الضابط الشجاع الذي دفع ثمن حياته للمساعدة في الحفاظ على امان سكان لندن حاذط مروع يهز جنوب لندن في انتظار تفاصيل اكثر من الشرطة البريطانية عن اسبابه شرطة متروبوليتان كشفت في وقت سابق ان ضباطها تعرضوا الى 2027 حالة اعتداء فقط في الفترة الممتدة بين شهري مايو ويوليوز الماضيين وهو ارتفاع بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مقتل الشرطي البريطاني يعيد الى الواجهة المطالب المتكررة بضرورة حماية من يظهرون على امن وامان المملكة المتحدة محمد الفنيش قناة الغد لندن